بداية امتدادا لجهود المملكة بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي العهد في المواجهة الجائحة جائحة كورونا وبجهود وزارة الصحة وأبطال الصحة الخط الأمامي لهذه المواجهة والتي بفضل الله عز وجل استطعنا العودة بحذر إلى الحياة الطبيعية اليوم تغمرنا السعادة ونحن نستعد الاستقبال بناتنا وطلابنا وطالباتنا وأبنائنا للعودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثنوية الاستعدادات على قدم وساق جميع الاحترازات الصحية التي تبذل جميع المدارس جهود مضنية في استعداد منقطع النظير هذه العودة نريدها أن تكون في بيئة صحية آمنة استطعنا بفضل الله عز وجل اتباع التعليمات الواردة من وزارة التعليم وهذه الاستعدادات شملت جميع مرافق المدارس من حيث الاستعداد في الفصول من حيث التباعد الاجتماعي تجهيز جميع المواد والمستزمات الصحية في الفصول وفي مرافق المدارس استطعنا أيضا في خلال هذه الفترة القياسية أن نقوم بالتجهيزات لإعداد خطط متكاملة لاستقبال الطلاب في دخولهم وخروجهم من خلال المسارات الآمنة الملونة لكل صف لون خاص فيه يستطيع الطالب السير في أمان وفي بيئة صحية بحل عز وجل هذه الخطط المتكاملة قدمناها بتدريب متكامل للكادر التعليمي والإداري في إدارة المواقف اليومية التي تحفظ لطلابنا وطالباتنا الأمن الصحي والبيئة الصحية المتكاملة كل ذلك سعينا فيه تماما لنستقبلهم بعد انقطاع قارب العامين الكاملين نعم أستاذ خالد أنا أشوف على الأرضية فيه ألوان خطوط ملونة وقبل شوي أنت عرشت عليها لكن بشكل سريع ممكن أعرف كل لون إيش يرمز وإيش يدل عليه كل لون تقريبا لصف محدد يعني مثلا المرحلة الابتدائية فيها كل صف له لون مستقل باللون الأصفر مثلا لكل صف الأحمر لكل صف بحيث يكون دخولهم من الصباح الباكر يكون ضمن هذا المسار الآمن الذي يحقق التباعد الاجتماعي في الدخول وأيضا في الخروج حفاظا على صحتهم وسلامتهم جميل جدا سؤال أخير أبغى أعرف آلية توزيع الكتب خاصة أنه عارفين أنه هذا الشيء إذا بالنسبة لإحنا في جائحة كورونا وخاصية اللمس عند الكتب وتوزيعها وانتقالها من يد الشخص الآخر ممكن تنقل أشياء أو تنقل عدوى أو فيروسات ممكن توضحنا هذه النقطة صحيح بالنسبة فيما يتعلق الكتب أولا يعني وزارة التعليم جهزت مراكز متفرقة في مكاتب التعليم لتسليم الكتب الدراسية وفق آلية وجدولة زمنية ومحددة في الأسبوعين الماضيين تم تسليم كتب المرحلة الابتدائية خلال اليومين القادمين بحال الله عز وجل تبدأ المرحلة الثانية من استلام الكتب للمرحلة المتوسطة والثانوية أيضا وفق جدول زمني محدد يحقق التباعد الاجتماعي ويكون في تسليم الكتب فيما يتعلق في المدارس نحن نستلم الكتب ونقوم بالاستعداد لها وتوزيعها لكل طالب وتعقيم جميع الأكياس قبل تسليمها للك الطلاب يحضر الطالب إن شاء الله إلى المدرسة سيجد على طاولته كتب مغلفة ومعقمة بحول الله عز وجل حتى نضمن السلامة الصحية لأبنائنا وبناتنا بحول الله عز وجل حقيقة استاذ خالد من كلامك وشرحك الوافي للأجراءات الاحترازية في المدارس العودة الحضورية لها بصراحة شيء تشكرون عليه يطيكم ألف عافية وهذا مثال يحتذى فيه وأنتعار في المملكة حققت إنجازات كبيرة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية بالنسبة للعالم ودول العالم حتى المتقدم الأستاذ خالد الفيصل المشرف على مدارس الغد الأهلية شكرا لك على قبول دعوة الإخبارية يطيك العافية